بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا يجوز نقل الفطرة من بلد الإخراج إلى بلد آخر إلا في حالتين الحالة الأولى أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي الحالة الثانية أن لا يوجد فقير في بلدتي ماذا أصنع؟ سأضطر إلى نقلها لفقير آخر من بلدة أخرى فإذا حينما يقال لا يجوز على الأحوط وجوب النقل الفطرة بعد عزلها يقصد إذا لم يكن هناك إذن من الحاكم الشرعي وكان في البلدة فقير أما إذا وجد الإذن أو انتفى الفقير فنقلها جائز بلا مشكلة انتهينا البعض يقول يا شيخ أنا ما سمعت هذا الكلام أول مرة أسمع أن ما يصير تنقل الفطرة إلى بلدة أخرى؟ إحنا كلنا بلدنا يسمى البحرين لا الاعتبار ليس بالوطن الكبير بالقرية بالمدينة بالمحلة الذي أنت فيها فلا يجوز على الأحوط ما عوجود الفقير في البلدة تنقلها يقول شيخ ألا تقولون أن الأقربون أولى بالمعروف؟ نعم أولى لما كانت الشروط فيهم موجودة في نفس القرية لا في قرية أخرى وإذا في قرية أخرى طرحنا في لقاء سابق حلولا أرجع لها إنما سؤالي لبعض الآن يقول يا شيخ أنا توّن أسمع هذا الكلام صار لي سنين أنا أنقل فطرتي إلى ديرة أخرى أعطي أرحامي؟ فهل يجب علي إخراج الفطرة من جديد؟ والله بالله تالله ما كنت أدري نقول لا حاجة للقسام فطرتك مجزية حتى لو كنت تعلم بعدم الجواز على الأحوط وخالفت عصيانا وأخرجتها في بلد آخر أجزئات ليس الكلام عن بطلان عن إثم لمن تعمل ذلك ليس عن البطلان فإذا لا يجوز على الأحوط نقل الفطرة بدون إذن الحاكم الشرعي إذا وجد الفقير في نفس البلدة لكن من خالف ونقلها أثم لكنه إخراجه مجزن لا يكون حينئذ باطلا والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين